ثلاث قمم طارئة في مكة المكرمة لبحث التحديات الإسراتيجية التي تواجهها المنطقة العربية والعالم الإسلامي قمة عربية وأخرى خليجية وثالثة إسلامية يراها كثيرون فرصة لا ينبغي أن تهدر لرص الصفوف وإعلان موقف عربي وإسلامي يردم شيئا من هوة الشقاق ويعل المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية دون الانزلاق نحو تحالفات دولية لا تسعى إلا إلى تحقيق مخططات النفوذ والسيطرة في منطقة الشرق الأوسط القادة العرب المجتمعون في القمة العربية الطارئة أدانوا في البيان الختامي الأعمال التخريبية التي قامت بها ميليشيا الحوثي مؤخرا في السعودية وقبالة سواحل الإمارات وطالبوا إيران بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية التأكيد على تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها بعضا في وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتكسيف سبل التعاون والتنسيق بينها بهدف مواجهة المخاطر التي تنتج من ذلك كما أدان البيان استمرار دعم إيران جماعات إرهابية في البحرين وتدخلها في الشأن الداخلي السوري واحتلالها جزر الإمارات الثلاث وأكد تمسك الدول العربية بقرارات قمتي الظهران وتونس بشأن القضية الفلسطينية مشهد صدور بيان ختامي عن القمة العربية لم يكتمل إذ سجل رئيس العراق الحالي برهم صالح وكما كان متوقعا اعتراضه الرسمية عليه ودافع عن الموقف الإيراني وحذر مما سماها نشوب حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع طهران كما قال بدورها طالبت القمة الخالجية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد النظام الإيراني لمنعه من الحصول على القدرات النووية ووضع حد لسياسات إيران التوسعية في المنطقة على الرغم من ذلك كله فإن محللين يرون أن نتائج قمم مكة المكرمة ربما لن تتجاوز حد البيانات والمطالبات بينما تبقى إدارة الصراع في المنطقة بيد القوى الدولية الكبرى في الوقت الذي يواصل الدور العربي تراجعه من جراء الصراعات الداخلية والنزاعات البينية في الوقت الذي يستمر نظام طهران في بناء قدراته ونسجم آمراته لتحقيق غاياته التي صارت معروفة وبتواطئ القوى الكبرى نفسها التي تدعي محاولة تحجيمه موسيقى موسيقى